شبطة 1 مطر and measurements المادة والقياسات والمحاضرة السابعة uncertainties in measurements عدم التأكد أو الشك في القياسات القياسات بتاعتي بتتعرض لبعض أنواع الـ uncertainties عدم الدقة أو الشك في القياسات لما نيجي ناخد مثال أيهما أو أي من القياسات دي more accurate لما نيجي يبقى عندي مصطرة بالمنظر ده وعندي نقطة هنا لما يجي أسأل نفسي هي النقطة دي بتساوي كم سنتي قادي سنتي رقم 1 قادي سنتي رقم 2 هل النقطة دي بتساوي 2 سنتي ولا بتساوي 2 سنتي ونص ولا بتساوي 2 سنتي 55 يبقى أنا كل ما زودت عدد الأرقام بعد العلامة العشرية كل ما زادت دقة القياس كل ما زادت الدقة بتاعتي في القياس وبناء عليه العلماء اصطلحوا مصطلح سموه significant figures يعني الأرقام المؤسرة أو الأرقام ذات التأثير أو الأرقام اللي ليها الضرورية عشان نعبر بيها عن وحدات القياس السignificant figures تعرفها meaningful digits obtained in a measurement يعني المعنى الكامل أو الأرقام ذات المعاني الكاملة obtained اللي بنحصل عليها في القياس زي ايه؟ زي مثلا الرقم ده ربعمية سبعة وخمسين الرقم ده بنقول إنه هو ليه 3 significant figures والعلماء جمع قسموا الاستخدام بتاع significant figures حطوله rules أنا بستخدم significant figures بناء على مجموعة من القواعد زي ايه؟ قعد رقم واحد كل الأرقام اللي ما هياش صفر بتبقى significant زي ما قلنا الرقم ده ربعمية سبعة وخمسين بيحتوي على كام significant figures بيحتوي على ثلاثة بما إنه مفوز زيرو طيب خمسة وعشرين من مية بيحتوي على كام significant figures ما فهمش زيرو بيحتوي على اتنين أربعة ومتين تلاتة وتسعين من ألف كام رقم ما فهمش زيرو هما أربعة significant figures طيب قعدة رقم اتنين الصفر between non zeros digit are significant يبقى رقم واحد كان كل الأرقام اللاسفرية significant هنا لو الصفر اتحط بين رقمين significant بيبقى هو كمان significant زي المية وستة صفر محطوط بين رقمين significant اعتبر هو كمان significant وبقى عندي سرية significant figures قعدة رقم تلاتة ويكون الرقم ده هو أول رقم بعد العلامة العشرية ساعتها بنعتبره significant زي 8 علامة عشرية صفر هنا عندي كام significant figures عندي 2 هنا عندي 8 وبعدين علامة عشرية وبعدين صفر وصفر عندي كام significant figures عندي 3 significant figures طيب احنا شوفنا كل الأرقام اللي من غير صفر لو الصفر جيه بين رقمين significant لو الصفر جيه على يمين العلامة العشرية آخر رول بنطبقها عشان نحسب significant figure لو الرقم انتهى بالصفر ممكن نعتبره significant وممكن ما نعتبروش يعني لو عندي 130 عندي صفر على يمين الرقم بدون علامة عشرية نقدر نعدل significant ان هم 2 اللي هم 1 و 3 أو 3 ندخل معاهم الصفر طيب عندي 10300 فيهم كام significant figure فيهم 3 اللي هم 1 و 0 و 3 أو 4 1 و 0 و 3 و 0 أو 5 اللي هم 1 و 0 و 3 و 0 يعني 3 4 أو 5 significant figures